يتردد أو تردد كثيراً لربما أنت الآن الشخص الوحيد اللي تقدر تجاوب على هذا السؤال تردد كثيراً أنه كانت هناك محاولات من المقاومة من أطراف إراقية لتهريبة من السجن مدى صحة هذا الكلام؟ في أحد الأيام زارني أحد أطراف المقاومة وكانت رتبة الواركن بالجيش العراقي منضم إلى أحد فصائل المقاومة وأرض على موضوع عندهم إمكانية إخراج الرئيس بس هذه الطلب موافقته طبعاً انهالت عليه كثير من العروض عروض يعني أغلبها مشبوهة يعني منها أنه يطلعون الرئيس واختطفوه دول إيران ومنها يختطفوه يطلعونه ويقتلوه من أطراف معادية فكان هذا الأرض حساس جداً فطلب من عندي أن أنقله بعد أن يعني هو أكو اتصال سابق بينه وبينا وكان يكلف الرئيس بعمليات مقاومة هذا اللي هو أركن ورجل هو أحد الأبطال يعني أحد أبطال المقاومة أحد أبطال الجيش العراقي قال لي أنا مرسل من قائد فصيل مقاومة أنه عندنا إمكانية انطلع الرئيس إذا وافق الباقي علينا أخذت من عنده بعض التفاصيل قلت له حتى لأنه راح يسألني يعني عدد القوة سلاحها طريقة مجيئها طريقة التنفيذ طريقة التنفيذ ما بعد التنفيذ وراح يروحون بالرئيس العراق كله محتل أخذت من عنده تفصيلات كاملة فباللقاء أردت الموضوع الرئيس طبعا هاي المواضيع اللي تتعلق بالمقاومة تتعلق بالاتصال بالأمور الأخرى هاي بالجفرة يعني أنا والرئيس بالجفرة كلام مبطن ما يفهموها الأمريكان حتى لو يجبون مترجمين باللهجة الدارجة اللهجة العامية فأردت الموضوع الرئيس الرئيس لاك فيك فرح فرح؟ نعم أيت قال لي هاي خليهم يهيئون نفسهم خليهم ابني يهيئون نفسهم وأني بالمقابلة الأخرى أنطقوا على التفاصيل قلت لهم هايئون نفسكم من طلعنا من رجعت علي أنطاني خطة هيئة ركن خطة لتنفيذ العملية هو يقال لدكتور أنه قبل ما يعتقل هو كان مهيئ قوة خاصة هكذا يعني ربما تكون ربما تكون هي أنه كان حاسب حساب أنه فيما لو تم اعتقاله هو حاسب حساب لخطة لإنقاذها أو تهريبها من هاي القوة كانت جزء من القوة إذن فعلا الكلام صحيح نعم جزء منها وأغلبهم طبعا قوات خاصة ومتدربين على القتال والعراقين كلهم متدربين على القتال فقلت لهم هايئون نفسكم جزء بأي لحظة الرئيس وافق هو مبدئيا وافق فبدأوا يعدون بنفسهم ينقلون معداتهم قريب من المعتقل فمن رحت علي المرة الثانية أنتاني خطة يعني خطة محكمة محكمة خطة يعني وكأنه هي تركن عدتها القوة قوة سرية تنفتح بأجنحة قاذفات تغط تسند هاي القاذفات بكيسيات تضرب البرج برج المراقبة تضربها من الوسط والبيكيسيات تغطي كثافة نارية تغطي بالبرج وتغطي الموقف أيضا يتم قصف يعني قصف المطار وقصف المنطقة الخضراء للتغطية يعني للتغطية للتغطية والتموية طلب هاي الخطة بعد دراستها وتهيئتها يوافق عليها شخص مهم بالقيادة العراقية السابقة إلا بصمات هذا الشخص ما نقدر نعرفه منه المرحوم عزة الدورية يوافق عليها حتى يأمن جانب يعني نوايا هاي القوة حتى ما تكون من ضمن الخطط الأخرى اللي كانت كان هدفها يعني ظاهريا هو إخراج الرئيس بس عمليا هو التخلص من الرئيس أما اختطى في الإيران أو قتله حتى يجاء يعني يأمن نواياها يأمن جانبها فكان الوسيط بينه بين المرحوم عزة شخص من أبناء عمومة الرئيس أنطيت الخطة كاملة ونزل للعراق وبقى عالق بحدود 23 يوم ما قدر يقابل المرحوم ما أعرف الظروف المحيطة الأسباب ما قدر يقابل عزة الدوري ما قدر يقابلها ربما يعني ظروف أمنية تتعلق بالمرحوم عزة أو ما أعرف يعني هاي الأمور تتعلق وبالتالي بالتالي بقى 23 يوم عالق ورجع ومن رجع نوش بيه يعني نقل إليه نقل إليه والعهد عراوي أنه نوش بيه واعتقل وتفلشت الخطة بعديا الرئيس من أو اعترف يعني على الخطة لا يعني من رجعت علي مرة ثانية قلت له سألني قال لي وين وصل قلت له أتأخر شوية قال لي أوليدي خلي تركوها قال لي ما يريد أخسر شخص واحد يموت على مودي يعني ما أقدر أخسر شخص واحد يموت على مودي من رحة قابلت ليت عيونه الله يرحمه مرمى وجه غير وضيع يعني موجودة صورة صورة مؤلمة جدا وكأنه سهران يعني متعب فقلت له سيادة الرئيس شو وضعك مو طبيعي يعني عيونك منفخة متورمة حمر تشعر بشي قال لي لا والله بس دولة ما أقدر منه جاي ضارب صليا يعني شاجور مالكلاشنكوف وراء السياج ودولة استنفروا فبدوا يلحمون على البوب يزيدون القفال قال فنوعية القفال اللي جابوه أنا ما شايفهن بكل حياتي يعني حجم كبير قال بدوا يلحمون فمن هذا الوامض مال اللحيم بده يأثر على عيوني قال بالإضافة إلى شغلهم ليل ونهار فإحنا كانت طبعا من ضمن الخطة يجبون شفلات يدرعوها يدرعون الكابينة مال السايق والرئيس يكون مع السايق بالشفل والسايق خلي بس مجال يشوف الطريق بنفس الوقت عملية الاقتحام صير يعني فتحتين بالسياج بهاي الشفلات وعملية فتح البوب يجبون كيبلو إياهم يربطون الباب ربط ويسحبوه بالشفلات مو بطريقة التفجير لأنه أنا قلت له يجبون لازم صاعقوا إياهم مثلا يفجر قال لي لا يأذيني يسحبوه نسحب هاي كان من ضمن الخطة ففشلت يعني مو فشلت وأنما هو لأنه تأخروا بالتنفيذ قال أنا ما ليد يعني ينجرح عراقي أو يموت بسببه خليه اليد على خليه